الغراق سي خالدي سيد خالدي رك تحكي على الألوان رك تقول من يمتلك الألوان هناك قضية كراء الألوان السيقل والألوان لنادي العميد في كل مرة ريتخرج هذه القضية في كل مرة نسمع أنه كين أموال ومخلصوناش وكرين لهم للسيقل كرين لهم للألوان فهمنا في هذا الموضوع من فضلك كارين الألوان للفارق مش كارين الألوان للفارق هناك اتفاقية اتفاقية هذه وش تقول اتفاقية باش انت شاركة ليس نادي العميد شركة شركة العميد شركة العميد هذه باش تقدر انها تكون تدخل احتراف لازم تلها نادي لازم نادي هذا لازم تمضي مع اتفاقية الاتفاقية هذه نعطيك انها حق استعبال الألوان السيقلية لكله سينو ما تقدرش ما تكونش ما تكون عندك حتى صفا اتفاقية هادية هي اتفاقية خارجة من القانون مشرع الجزائري هو لدار الاتفاقية الزامية الاتفاقية هذه ما تكونش عندك الاتفاقية هذه مع النادي الهاوي ما يكونش عندك الحق انك تشارك في البطولة المحترفة لذا احنا كانت الاتفاقية في مكتب الثالث السابق سانضى اتفاقية اتفاقية اللي ما انا برسونل مو حسب ما نعلم وحسب ما شفت الاتفاقية مع لي جوريستا وعنا بالاتفاقية ما عندها حتى معنا هذه الاتفاقية اللي مضوها اللي خلاص أرزمو خلاص في الفين وثلاثة عشرين وش فيها الاتفاقية؟ اتفاقية ما تعطيك حتى حق للنادي الهاوي حقوق النادي الهاوي مهضو ما هضمن ثام هو يجيب الكوموليتيتري يعني لا في الاتفاقية تقول اتفاقية حق استعمال حق الأوان والسيقل لازم تعطيني باش نعيش حنا لحال نادي الهاوي النادي الهاوي لازم تلو أموت كذلك لازم تلو سبونسور وحده ما يكفيش شحال في الاتفاقية شحال المبلغ؟ هل هناك مبلغ محدد؟ المبلغ محدد مبلغ لا يليق بصمعة النادي ثلاثة مليار؟ لا تلاثة ملايار دو مليار نافسان صن دو مليار جملاير وتسعمية جملاير وتسعمية هل ترى الإنسان يقبل؟ هل ترى الإنسان المناصر مولودية الجزائر ولا المتتبع لملودية الجزائر يقبل مبلغ تلو جملاير وتسعمية النادي لنادي مولودية الجزائر لنادي الألقاب والنادي التاريخ كلم مع الألوان؟ كلم مع الألوان هذا كلم مع الألوان فقط بزو جمع واستعمال العلامات والاستعمال هل يجب أن يكون عنده شحال في الاتفاقية؟ الاتفاقية هذه كل شي مبني عز الجملاير وتسعمية؟ كل شي مبني عز الجملاير وتسعمية لي ما خلصناهمش؟ لي ما ديناهمش؟ اليوم النادي أن اليوم الرياضيين يطالبون فيه نخلصهم من نخلصهم منهم؟ هل قالوا الـ 26 مليار داودات يعني أني هبطتها 19 مليار من نخلصهم؟ من نجيب دراهم؟ ذيت داروا علينا حملة مع الاسبونسور راحوا داروا حملة على الاسبونسور وطاكونا انجيستيس بالله هذو ما غير شرعيين حملة العدالة شكو لي أعطاكوكم؟ من الأعضاء الجمعية السابقين داروا علينا حملة وطاكونا انجيستيس في 2012 أو 2013 كان النادي يدفع لم يكن لدينا حوالي 10 سنوات أو أكثر من 10 سنوات دافع مرة أو مرتين نسألوه حد الساعة للشركة دات الأسهم حوالي 40 مليار وهذه راح تخرج في الاتفاقية الجاية لا تكون اتفاقية إذا لم يكن هناك تسديد لديون كل ديون تسألوها للنادي الهاوي لأن اليوم ناسي الهادي الهاوي كيف نرى كيف نرى فرق كرة اليد اللي يهبط المركز الثاني للدور الثاني فقط لم يكن من خلص لزا ثلاث فقط لعبتوا بضراهم الزاير بضراهم الرياضيين نحمل المسؤولين هذين كانوا قبل لعبوا بضراهم لعبوا بضراهم الرياضيين اليوم رأنا نسقلكوا رأنا من الناس يمشون معنا رجلة يمشون معنا فحولة هذه المولودي م هاش مولودي الجزائر هذي ليس هم الناس يكون مولودي الجزائر هذي وهو داروا فيه مولودي الجزائر ما يسمح لهم للمناصر لتاريخ الاحتواء تقصد مكتب سعود نكتب مسعود تركي مكتب مسعود تركي المكتب السابق سمحوا في حق مولود يجزائر و سمحوا في حق الرياضين 3500 رياضي 3500 رياضي و 3500 رياضي سلقتوا من أهفات المخدرات سلقتوا من الحرقة سلقتوا بالوعي تجيبينها مولود يجزائر لمتهم بعد أن تتعطيهم لهم حقهم لماذا؟ تقول لهم حقهم حرام 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 هذا حرام كبير هذا تلك سواء و أي جهة أي جهة ستكون مسؤولة على هذا ما سرى؟ اليوم صباح اليوم صباح جامعي رفدوا التليفون وعيتوا قال كيف أشارك تثير